خلاصة لانه الموضوع ده في ناس بتكلم فيه كتير بقوله هو هي روسيا ممكن الغرب يعني يهزم روسيا مستحيل مستحيل ان يكون هناك منتصرا انتصرا واضحا في هذه الحرب لانه مش عايزين ننسى ان روسيا هي اكبر دولة نووية روسيا اكبر دولة نوية عدد الرؤوس النووية الروسية اكبر من رؤوس النووية الامريكية قلينا بس نبقى متفقين روسيا الناس تفكر تقول هو ممكن روسيا تستخدم سلاح نوي لو اضطرت ستفعل لو قارب الوضع على هزيمة روسيا لن تقبل روسيا بالهزيمة تستخدم سلاح نوي وبعدين حد يقول لي يعني الناس عندها عقل وعقلاء كثيرين اللي ده تبقى مدمرة طب امريكا استخدمت السلاح نوي هو في حد في العالم كله في دولة في العالم لم تستخدم اي دولة من الدول سواء ماريقة ولا مش ماريقة ولا كبيرة ولا صغيرة اي سلاح نوي الدولة الوحيدة في العالم اللي استخدمت سلاح نوي الولايات المتحدة الامريكية ضد اليابان مش عايزين ننسى بس يعني مش عايزين الكلام عن حقوق الانسان وعن منع انتشار الاسلاحة النووية وعن التهداء والسلام والسلم والامن والكلام الحلو انه ينسينا انه المرة الوحيدة التي استخدمت فيها الاسلاحة النووية هي قنبلة هورشيما ونجزاكي ومين اللي القاتل الولايات المتحدة الامريكية على اليابان في الحرب العالمية التانية يعني الموضوع خلصان فمحدش يقول انه مستحيل تقوم حرب نوي مين قال مستحيل مفيش مستحيل لكن كل رهانات العالم على انه الحرب تنتهي باقل خسائر الحرب يا جماعة خسرت العالم الحرب خسرت اوروبا وخلت تكليفة الحياة عالية في اوروبا والغاز والغزاء والسلاسل الامداد وامريكا نفسها تقسرت الصين تقسرت روسيا تقسرت الدول النفطية ربما اللي بتنتج نفط وغاز هي اللي ما تقسرتش بشكل كبير لانها حققت جنة ارباح ومكاسب لكن العالم كله تأزى من هذه الحرب احنا انبارح كان فيه عندنا وزير خارجي التركية مع وزير خارجي المصري تكلموا الاتنين على انه احنا من الدول يعني تركيا ومصري من الدول اللي اتقزت كتير جدا من هذه الحرب لانه احنا دول لنا وضعنا الاقتصادي الخاص دول عندنا اعتماد على العالم الخارجي فيه الغزاء وفيه بعض فبالتالي انت اتقزيت من بقاء واستمرار هذه الحرب نتمنى انه الامر يعني لا يطول ونتمنى ايضا ان احنا نكون خلال هذه المرحلة عندنا انفتها على المتغيرات لان المتغيرات سريعة وعاجلة وبتغير شكل الخرائط الجغرافية والسياسية في المنطقة بشكل ترجمة نانسي قنقر